دائماً ماتشات الأهل والزمالك دائماً ما تكون واحدة من كلاسيكيات الكرة المصرية والعربية والإفريقية زي ما قلت لحضراتكم الكل بينتظر هذه المباراة بتتمتع بمتابعة واهتمام جماهيري كبير جداً بعيداً حتى عن أن جماهير الأهل والزمالك أو ما بين الجماهيرين يعني هي بالفعل بطولة خاصة لها لذيتها وطعمتها بكل تأكيد لدى كل اللاعبين والجهاز الفني بيني وبين كل واحد لما كان بيلعب زمان كان الماتشات دي كان لها بريق خاص وكان لها لمعان خاص كنت دايماً بتحاول أن أنت تموت نفسك في التمرين علشان تلعب مثل هذه المباراة أنه أنت في النهاية بتلعب نادي الزمالك وأعتقد أن أنا هرجع بقى للفرقة دلوقتي خسارة مباراة الدور الأول أعتقد أن هي هتخلي لعب تلعب نادي الآلي وجهازهم الفني عندهم رغبة قوية جداً 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 لتعويض هذه الخسارة اللي هي خسارة الدور الأول طبعاً زي ما حضراتكم فاكرين انتهت اللي صالح نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف وقتها كانت الإدارة التحكمية أعتقد لكابتن إبراهيم منور الدين ولكن الغلبة في حسم بقى لما تيجي تبص على الشكل العام لمباريات الآلي والزمالك هتلاقي دايماً نحنا في النهاية الآلي الغلبة لنا بنعرف إن شاء الله نعرف كيف نحسم تلك المواجهات عموماً خليوا نطلع نشوف تقرير عن تاريخ مواجهات الأهل والزمالك ونرجع نستكمل بقية فقراتنا